ونطير مباشرة إلى النمسا وزاملنا العزيز فاروق صلاح ونتطمم منه لابس الجاكت يبقى الدنيا ساعة ماشي لكن المعدات نزلت وكل حاجة بقت كويسة وزي الفل الحمد لله أنا عارف أنتوا جايين من رحلة طويلة من حوالي ساعتين أو ساعة ونص من ملعب المباراة الودية اللي أقيمت النهاردة يعني الحمد لله على السلامة طمني على الفريق بشكل عام احنا تطمنا على الكابتن الخطيب من الفيديوهات اللي حضرتك بعد تهنى وبالتالي تطمنا على الفريق بشكل عام وإلا حصل النهاردة وكيف كانت تسير المباراة وإلا حصل أثناء المباراة برحب بك كابتننا الكبير كابتن إسلام الشاطر وبرحب بكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعي شاشة طبقناتنا دلالي في كل مكان اليوم تقدر تقول كانت ملحمة ملحمة في حب الكابتن الخطيب ملحمة في حب النادلالي ختام مهم جدا ختام مميز جدا لمعسكر فريق النادلالي يا كابتن إسلام النهاردة المباراة الودية الأخيرة اللي بيأخذها النادلالي هنا في النمسا قبل العودة إلى القيرة غدا بمشيئة الله تقدر تقول تفاصيل كتير جدا في هذا اليوم تفاصيل كتير جدا في هذه المباراة لكن عايزة أقف عند نقطة مهمة جدا يا كابتن إسلام وأنا سمح هذاك بتستعرض كتير من النقاط أنا عايزة نرجع بأول لقاء يعني كان أول لقاء لينا خلال تواجدنا في النمسا كان دايما من خلال حضرتك وإحنا بنتكلم على استعداد الفريق وإحنا بنتكلم على ظروف الفريق وإحنا بنتكلم على العناصر المميزة في الفريق أو اللعيبة اللي نضمت حديثا في النادلالي نهاردة ردى سليم زي ما قلت ومرارا وتكرارا مع حضرتك أعتقد يكون واحد من أهم الصفقات في النادلالي نهاردة بيقدم أوراق التمادول كل الجميع اللي كانت موجودة في الملعب إمام عشور بالأمس قلت لحضرتك أنه هو واحد من اللعيبة الفكر واستراتيجية مستر كولر بيطبق التكتك على وجوده النهاردة إمام عشور بيلعب من نشوط اللقاء الثاني بيخطف الآهات من كل الجماهير الموجودة خلاص دخل في الأجواء إمام عشور واحد من اللعيبة الممازة جدا نرجع تاني للكلام اللي قلناه على طاهر محمد طاهر وحالة التوهج اللي عندي طاهر محمد طاهر أفشوا لمساته أفشوا أسستاته أفشوا الأسست الجميل اللي عملوا الكهرباء النهاردة فيه شوط اللقاء الأول وأدى مباراة في غاية الروعة من أفشة رامي ربيعة والكابت رامي ربيعة كريمي الدبيس العنصر من العناصر المهمة في الزهير الآيسر يعني أنا عايزة أستعرض مع حضرتك كده أن النادي الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من مصطفى شبير في حراسة المربع كان قدامه اتنين مساكين رامي ربيعة ومعتز محمد اللي بقول عليه مستقبل للكرة المصرية والنادي الأهلي في اليمين محمد فخري اللي بالأمس قلت لحضرتك أن مستر كولر جربه في أكثر من مركز مركز الزهير الأيمن كان بيلعب النهاردة زهير أيمن كريمي الدبيس في مركز الزهير الآيسر منتصف الملعب كان طبعا كريم ندفد واحد من الإضافات المهمة جدا للنادي الأهلي بجوار محمد مجد أفشة قدامهم كان سلاسي طاهر محمد طاهر وعبد القادر وحسين الشحات وقدامهم كهرباء طبعا الفريق السلوفيني كان تقدم بهدف في الديئة الأولى ثم يعني ضربة جزاء للنادي الأهلي كانت على طريق الكابتن رامي ربيعة يعني تصدى ليه لكهرباء وأهضر بجوار القائم الأيمن ليه حارس المرمة تقلق من اللعب للنادي الأهلي وسيطرة من اللعب للنادي الأهلي في شغط اللقاء الأول قدر النادي الأهلي يحرز هدف التعادل من باص وتمريرة جميلة جدا من أفشة في عمق دفعات الفريق السلوفيني علشان يحرز كهرباء هدف التعادل للنادي الأهلي مع بداية الشغط الثاني طبعا النادي الأهلي عمل مجموعة من التبديلات كريسو وريدا سليم وإمام عشور وصلاح محسن واللعب محمد زعلوك أحرز هدف الثاني للنادي الأهلي اللعب زعلوك من كرة عرضية من خالد عبد الفتاح يعني كنت موجود مع حضرتك بالأمسة كابتن إسلام وأكدت لحضرتك جهزيته وسلامته وطمنا كل الجماهير ويعني أكيد هنقف عند النقطة ده كابتن إسلام الناس اللي كانت بتقول لك في إصابات في النادي الأهلي أدي خالد عبد الفتاح في أرض الملعب بيعمل أسست جميل للعب زعلوك نقف عندي زعلوك يا كابتن إسلام لإني قلت لحضرتك في الأيام الماضية ميستر كولر بيشتغل معاه من خلال ميستر كارلوس على تطوير النواحي الهجومية وتطوير إنهاء الهجمة النهاردة كورة بالكربون من اللي كان بيتدرب عليها خلال الأيام الماضية تلعبت على القايم الأول بيسر الدفاع ويضعها فيه اللي زاوية القريبة أو زاوية ده الحارس المرمى ثم طبعا رودا سليم بيعمل أسست جميل وكورة عرضية بيقابلها صلاح محسن عشان يضع الهدف التالت للنادي الأهلي من فترة طويلة كابتن إسلام ما قلناش إن التلات مهاجمين بتوع الأهلي اللي لعبوا في المباراة أحرزوا أهداف النهاردة التلات أهداف عن طريق التلات مهاجمين كهرباء زعلوك صلاح محسن ده الكلام اللي تكلمنا يعني من خلال حضرتك إن إحنا دايما بننقل الصورة بمنتهى المصدقية لكل الجماهير مستر كولر بيشتغل على تطوير النواحل وجميعها في النادي الأهلي الأهلي بيجني الثمار طبعا مش نكبر الموضوع لإنه مباراة دي ولكن الجواب بيبان من عنوانه الشغل الفني اللي اشتغلوا مستر كولر النهاردة تلات أهداف بأسلوبه بشكل مختلف جدا النهاردة كان فيه ملحبة مقابن الجماهير في استقبال الكابتن الخطيب يعني الكابتن الخطيبة كابتن إسلام اللعيبة بتسخن والجماهير موجودة في أرض الملعب الجميع بيبص على الملعب أول ما دخل الكابتن الخطيب المدرج يعني المصريين عملوا ملحبة ده فيه طبعا لكابتن إسلام وسطلانة يعني عايزون لك وسطلانة وصلت للنمسا يعني شفنا احتفالات الجماهير أول ما دخل الكابتن الخطيب كل العيون طلعت من الملعب تتجت على المدرج تتابع الكابتن الخطيب تتطمن على الكابتن الخطيب طبعا في وجود المعالي السفير محمد المولة سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا ويعني طاقم السفارة المصرية اللي كانوا حرصين طبعا على التواجد مع الكابتن محمود الخطيب حالة الحب اللي شفناها من الجماهير يعني أعايز أقول لك الجماهير قالت لي وحشنا النادي الأهلي وإحنا كان وحشنا النادي الأهلي يا كابتن إسلام وأعتقد الجماهير في مصر وحشها النادي الأهلي لكن كان ختم مهم جدا ختم مميز طبعا يعني بطمنك على حالة الفريق حالة اللعبين أعتقد كانت بروفة قوية جدا للنادي الأهلي مكاسب متعددة من المعسكر مكاسب متعددة من المباراة أعتقد إن شاء الله هتكون إضافات ومرضوطها للنادي الأهلي هزة الموسم يا كابتن إسلام بيفرش معي كتير مستوى الفريق الآخر ولكن يعني الفريق الآخر يعني شبه مين عندنا هنا كده برضو علشان يعني أنا شخصيا في المباريات التجربية ما يفرش معي لأنه دي أول مباراة تجربية وبالتالي لكن برضو الواحد عايز يعرف جمهور الآلي عايز يعرف احنا كنا باللعب مستوى ايه ايه ولا بي ولا سي ولا مستوى جايد لا تقدر تقول يا كابتن اسلام لا مستوى جايد جدا يعني فرقة من الفرق المسلا بتكلم في الفرق المربع الزابي يعني فرقة لو هتقرب مستوى مثلا من فرق هنا في الدور المصري يعني انت بتكلم على فرقة زي بيرامدز فرقة زي سراميكا فرقة زي نادي الاتحاد بالضبط يا كابتن اسلام وفرقة ايضا لا يعني لها جمهور هنا يعني جمهور في سلوفينيا وفي النمسا جانو جييني طابعه فرقة عندها عناصر مهمة جدا وعندها عمر مهم جدا عندهم متوسط أعمار اللاعبين يعني شايفين عندهم عناصر مميزة جدا في الفريق الرأس الحربة اللي أحرز الهدف واحد من اللعبة المهمة جدا اللعب برايام ده واحد من اللعبة المميزة جدا ولعب صغير للسن بتكلم في لعب 23 سنة 24 سنة واحد من اللعبة المميزة عندهم عناصر طبعا عندهم لعبة محترفين لكن فريق قوي جدا بروفا كانت قوي جدا يعني انت بتكلم في المباراة وده كابتن اسلام مش متكلم في المباراة كانت وانا سايد جيم من اتجاه واحد لا موفرقة وصلت لمرمى النادي الاهلي أكثر من مرة مصطفى شوبرت ألق النهاردة في أكثر من كرة كابتن رام ربيعة ومعتز محمد النهاردة قدوا مباراة كبيرة في الجانب الدفاعي النادي الاهلي وصل للمرمى كتير أهضر فرص في شوط اللقاء الأول لكن الفعالية الهجومية كانت في شوط اللقاء الثاني أفضل يعني تقدر تقول التنويع الهجوم في شوط الثاني كان أفضل مستر كولر قدر يرايح بعد اللعبين يدفع ببعض اللعبين يغير في مراكز بعض اللعبين يعني اللعب رودا سليم بدأ جناح أيصر بعد كده غيره للجناح الأيمن بعد نزل كريستو فأعتقد يعني أبور والتجربة أعتقد التجربة كانت قوية جدا فرقة كانت فرقة قوية جدا يعني لا يعني مباراة خدت كمان الطبع الرسمي بالنسبة لمستر كولر في اليوم نفسه يعني التحضير للمباراة فترة الأكتيفيشن اللي بتبقى قبل في الديت اليوم خلاص انت بتقترب برضو خلي بالك من المباراة السوبر بالضبط يا كابتن إسلام وعقد النهاردة محاضر مع اللعبين قبل التوجه إلى ملعب المباراة انت بتتكلم في ان مستر كولر مد المباراة الطبع الرسمي الشكل الرسمي للمباراة بالكامل جلساتهم مع اللعبين التحضيروا للعبين كلاموا للعبين ما بين الشوطين الجمهور النهاردة كابتن إسلام كان عامل ملحمة جمهور الأهلي بجد في النمسا الجالية المصرية والجالية العربية يعني فيه جماهير من تونس جالية التونسية كانت موجودة النهاردة على الرغم من عدم وجود علي معلوله ولكن لتشجيع كريستو واحد من أبناء طبعا تونس كان النهاردةulla جمهير التونسية موجودة عشان تشجع النادي الاهلي في ناس يعني ايزولك ناس من الاندية تانية يعني من النادي الزمالي جمهير من النادي الزمالي جايين يشجعوا النادي الاهلي قال لك النادي الاهلي فخر النادي الاهلي مش بتاع الاهلاوية بس النادي الاهلي بتاع مصر النادي الاهلي هو فخر المصر كلنا احنا بندور على ريحة مصر في النادي الاهلي فاعتقد يعني الملحمة اللي ترسمت النهاردة من الجالية المصرية والعربية اللي في كل مكان تروح هتلاقيهم موجودين عمل وملحمة خرجت بالشكل يليق بالكرة المصرية يليق باسمه وقيمة النادي الأهلي طيب ده كان النهاردة واليوم أعتقد كده انتهى لأنه مشوار طويل وارجوع وذهاب ومباراة وتسعين دقيقة وكذا وكذا وأعتقد دلوقتي حيكون العشاء وبعد العشاء نوم إيه اللي حيحصل يعني بالفعل في الأسنان في هذه الأسنان كابتن إسلام كان يعني العباب تتناول وجبة العشاء بعد وجبة العشاء تبع فيه جلسة كده للمستر كولر مع أفراد الجهاز الفني طبعا الكابتن الخطيب كان مبسوط من اللعبين وطبعا الكابتن الخطيب موجود معانا النهاردة طبعا هيغادر ان شاء الله غدا إلى فرنسا ان شاء الله هيغادر بمشيئة الله غدا بمشيئة الله كابتن إسلام ان شاء الله يعني هتجه من مقر الإقامة إلى مطار فيينا ومن ثم طبعا الصفر إلى الفرنسا لي استكمال البرنامج العلاج للكابتن الخطيب اللي نتمنى له طبعا كل السلامة حالة الحب اللي يعني بأكد عليها اللي شفتها من الجمهور شفناها في عيون الجماهير بأكد عليها تاني وبقولها مرة واثنين وتلاتة الحب ده نعمة من ربنا محبة الناس كنز كبير جدا ربنا ما بيدوش لأي حد كابتن الخطيب ربنا وهب وحباء حب الجماهير في أطفال صغيرين كابتن ما تفرجتش على الكابتن الخطيب يعني في أطفال صغيرين ما تفرجتش لكن تلاقي أطفال صغيرين جايين يتصور مع الكابتن الخطيب يعني أعتقد النعمة دي نعمة كبيرة جدا اللاعبين طبعا إذا قلت لحضرتك بتناول وجبة العشاء هيكون فيه طبعا جلسة المستر كولر مع أفراد الجاز الفني غدا إن شاء الله يبقى فيه تمرين كده صباحي الاستشفى خفيف للعبين ثم طبعا هيكون التحرك ومغادرة المقر الإقامة والتواجه إلى مطار فيينا إن شاء الله يعني هتكون التحرك من هنا في تمام الساعة الاثناشر ونصف زهرا وإن شاء الله يعني التحرك إلى مطار فيينا لا يستغرق من ساعة ونصف لساعتين طبعا واستقلال الطائرة إن شاء الله هيكون والعودة إلى القاهرة الاستقلال الطائرة يكون الساعة الخامسة بتوقيت النمسا السادسة بتوقيت القاهرة إن شاء الله رحلة الطيران هتستغرق ثلاث ساعات ونصف يكون الوصول إن شاء الله لمطار القاهرة والعودة إلى القاهرة في تمام الساعة التسعة والنصف يعني ده برنامج الفريق غدا بمشيئة الله لكن يعني أنا تاني بأكد مع حضرتك على الأجواء النموذجية والأجواء في المعاصقرة كابتن إسلام من أول يوم لحد النهاردة احنا بنرصد كل التفاصيل بنوضح كل الأمور من خلال بنعيش جمهور النادر آلي في الأحداث هنا في النمسا احنا يعني بينه وبينه كبتر احنا مش عايزين نمشي ونسيب الأجواء هنا في النمسا الجو ممتع جدا الأجواء الظروف اعتقد المعسكر يعني اتى ثماره بكل ما تعيها الكلمة من كل ما بنقولها العناصر الشابة اللي ظهرت النهاردة كريم الدبيس ومعتز محمد اعتقد معتز محمد النهاردة ميستر كولر بيدفع به من بداية اللقاء بقادة تسعين ديه اعتقد مكسب كبير جدا للعيبة اللي صعدت من قطاع النشاقين في النادي الآلي يعني انتم معنا ان شاء الله بكرة في تغطية اخرى ولكن في النهاية في نهاية هذا المعسكر ومعسكر رائع جدا كل التوفيق للنادي الآلي خلال الفترة القادمة بشكرك جدا فاروق انت وزملائنا اللي موجودين هناك على هذه التغطية الدائمة الحقيقة والرائعة خلال هذه الفترة